أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في نشرة الأخبار أقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإداعة والتلفزيون الإثيوبي من أدس أبابا أكدت تغريدة نشرها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أن الحكومة تراقب عن كتب ما يجري من صدامات على طول الحدود الإثيوبية السودانية بين الميليشيات المحلية وأوضح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بأن الحادثة لن يضعف العلاقات القوية بين البلدين وسيواصل البلدان الحوار لحل مثل هذه القضايا وقال إن الذين يحاولون توسيع الفجوة من خلال استغلال الحدث كفرصة لا يفهمون العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والسودان قدم رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون بعد أنباء عن إصابته بفيروس الكوفيد-19 وقال رئيس الوزراء أبي أحمد في تغريدة له إنني أتمنى لصديق العزيز إيمانيل ماكرون الصحة والعافية والشفاء العجل وعلن بيان قصر الإليزي أن اختبار الرئيس الفرنسي البالغ من العمر 42 عاماً إيجابي بعد ظهور أعراض الكوفيد-19 وسيعزل نفسه لمدة سبعة أيام وأنه ما يزال يزاول أعمال إدارة الدولة وسيعمل عن بعد قام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكونن بمحادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي بيكا هافيسو وركزت المناقشة حول إنفاذ القانون في شمال إيتيوبيا والوضع الحالي في إقليم تجراي بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر لمنهم في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وأعرب الدمك عن تقديره لدعم حكومة فنلند لمشاريع التعليم والمياه الصالحة للشرب في إيتيوبيا وقال الدمك أن الجهود تبدل لعادة اللاجئين لإيتيوبيين من السودان وتناول الطرفان أثناء المناقشة المحادثات الثلاثية الجارية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة والتي يقودها الاتحاد الإفريقي في مؤتمر صحفي عقده الجيش الإيتيوبيا اليوم الجمعة أعلن مسؤول في قوات الدفاع الوطني الإيتيوبية العميد أسراد دينيرو عن عرض بقيمة عشرة ملايين بر كمكافأة من أجل الإدلاء بمعلومات حول أماكن تواجد قيادات جبهة تحرير شعب تجراي وتمنح المكافأة لأي شخص يكشف عن مكان أعضاء زمرة الجبهة الذين يتم تعقبهم وسط عملية إنفاذ القانون الجارية في أعقاب الفضائع التي ارتكبتها المجموعة المنشقة ضد قوات الجيش والشعب ككل وتعمل الحكومة على تقديم الجنات إلى العدالة واستعادة البنية التحتية ويعادة تأهيل المتضررين بعد الانتهاء من عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي وتعود مدينة مكة لي والعديد من البلدات في إقليم تجراي إلى الحياة الطبيعية والأنشطة اليومية السابقة أوضح نائب رئيس إقليم الصومالي لتوبي مصطفى محمد إن وجود الجبهة الشعبية لتحرير تجراي كان قائما على الانقسام والصراع بين الجماعات العرقية وبحسب مصطفى محمد فإن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي تسببت في صراعات في مناطق مختلفة وقال مصطفى محمد إن المجموعة تعمل بشكل أساسي على خلق خلافات بين جماعات العرقيتين الأرومو الأمهرة مشيرا إلى أن الصراع الصومالي الأرومي هو أيضا جزء من أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي وبحسب مصطفى فإن الجماعة تحاول إظهار أن حكمها الذي دام 27 عاما أفضل بكثير من الإصلاحات الجارية في البلاد من خلال تصعيد الصراع في مناطق مختلفة في إثيوبيا أعلن صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة أنه قدم أكثر من 35 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لإثيوبيا وأعلنت الحكومة الفيدرالية أنها أفرجت عن 35.6 مليون دولار من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا إنفاذ القانون في ولاية تجراي وستقدم المساعدة المالية لمن هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية وخاصة في إقليم تجراي كما سيتم استخدام الدعم لتوفير مياه الشرب المؤمنة والصرف الصحي والإمدادات الطبية وأشار صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة في إثيوبيا أنه سيوفر القفازات والأدوية والإمدادات الطبية الأخرى للمواطنين وسيتم إعطاء الأولوية للمساعدة المنقذة للحياة مما في ذلك المأوى ومياه الشرب والرعاية الصحية للإثيوبيين الذين هاجروا من إقليم تجراي إلى السودان وفقا للمنظمة سيتم إعطاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وعلن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ أنه سيقدم المساعدة المنقذة للحياة إلى 65 مليون شخص في 52 دولة بحلول عام 2020 أجرى القسم العربي في لقاء حصري مع الصحفي والإعلامي والمحلل السياسي حالي يحيى مناقشة حول قضية سد النهضة وخلال اللقاء أشار حالي يحيى بأن إثيوبيا تهدف من بناء سد النهضة لإقامة مشاريع تنموية تعود بالفائد على إثيوبيا ودول الجوار الإثيوبي أسيوبيا كان موقفها واضحا أنا باعتباري مراقب هنا وأعيش في هذه صبابة أسيوبيا كان موقفها واضحا بمسألة سد النهضة تريد تنمية تريد من مشروع سد النهضة هو توليد الكهرباء وليس حجز المياه الذي تتخوف منه مصر أو يتخوف منه بعض الإخوة هنا هناك لكن أعتقد أن الموقف الأسيوبي واضح والموقف السوداني واضح على ردة الفعل المصرية بشأن الأوضاع على طول الحدود الإثيوبية السودانية أوضح حال يحيى أن التعليق المصري غير صحيح وغير مسؤول بادرت جمهورية مصر العربية بإصدار بيان يدعم فيه الموقف السوداني هذا البيان أراه بيانا سلبيا ولماذا بالتحديد في هذا التوقيت مصر تصدر هذا البيان ما وراء هذا البيان هناك الكثير من الملاحظات حول هذا الأمر معروف أن مصر ربما كانت على بعض الخلافات في موضوع السد سواء كان مع أديسة بابا أو الخرطوم وتحاول أن تجرجر الخرطوم إلى صالحها في موضوع الخرطوم لكن ينبقي على السودان أن يرى مصالحه بغض النظر عن أحيانا الناس يطلقون على أن السودان ما زال وسيطا بين مصر وأسيوبيا في موضوع صد النهضة هناك بيانات سلبية تصدر من هنا وهناك بل بالعكس المنطقة كلها تحتاج إلى تكامل وتحتاج إلى استقرار وتحتاج إلى تبادل اقتصادي وتنموي تم اليوم الاحتفال بيوم اللغة العربية في مقر اللجنة الاقتصادية الأفريقية في أديس أبابا بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى أديس أبابا وعدد من المنظمات المحلية المزيد في تقرير الزميلة رحمة محمد تم إحياء اليوم العالمي للغة العربية في مقر اللجنة الاقتصادية الأفريقية في أديس أبابا تحت شعار مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف وخلال الافتتاح تم الترحم على المرحوم داد ولد مولود الرئيس السابق لوحدة الترجمة العربية ثم استهلت البرنامج الآن سافيرة سنغوي الأمينة التنفيذية لللجنة الاقتصادية الأفريقية شكرت في جميع المشاركين والحضور وتحدثت عن أهمية اللغة العربية ومدى انتشارها ومن جانبها ذكرت سعادة السفيرة نزها علوي عميدة السلك الدبلوماسي العربي في أديس أبابا والسفيرة فوق العادة والمفوضة للمملكة العمغربية قالت أن اللغة العربية عميقة الجذر وتحدثت عن ما يرمز له الشعار لعل موضوع الاحتفال لهذه السنة تحت شعار مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف يكتسي طابعا محوريا في علاقته بالرقيب اللغة العربية والسهر على تطورها وانتشارها وخلال الافتتاح أبرز سعادة السفير صالح سحبون سفير جامعة الدول العربية وممثلها الدائم لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية جهود جامعة الدول لنشر اللغة العربية وعن مدى أهمية هذه المناسبة في نشر اللغة العربية وعرب عن شكره لأثيوبيا والتسهيلات التي منحتها لهم أن أقدم خال شكر خاص وأحيي بلدنا المضي في أثيوبيا الذي يتحدث وعدد ملحوظ من أبنائه اللغة العربية على اهتمامه وعلى كافة المستويات باللغة العربية وتشجيع العديد من المؤسسات الوطنية التعليمية والإعلامية على تعلم هذه اللغة واستخدامها أيضا في برامج تخدم المجتمع والعلاقات العربية الإثيوبية وشارك في هذا الحدث عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أثيوبيا ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وأشار المشاركون في هذا الحدث إلى الدور الذي تلعبه اللغة العربية على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية تأكيد اليوم هو حفل هام ومناسبة لجميع الدول العربية وكل الناطقين باللغة العربية 18 ديسمبر اعتمدة يوما للاحتفال باللغة العربية وطبعا هذه مناسبة الحقيقة هامة جدا لبعتة خادم حرمين الشريفين في أثيوبيا شاركنا اليوم من سفارة خادم حرمين الشريفين بعدد من أعضاء البعتة الدبلوماسيين شاركوا في هذه المناسبة اليوم وانتم شايفين احنا نحتفل باليوم العالمي لللغة العربية ما يخفكمش أن اللغة العربية في المنطقة هذه بالذات منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي فيه تواصل بين العالم العربي والعالم الإفريقي من خلاله ممكن نتواصل باللغة نتصاول بالثقافة والحضارة واللغة العربية لغة غنية جدا بثقافتها وبحضارتها أثيوبيا من الدول التي تجاور العالم العربي وترتبط به ويوافق اليوم الثامن عشر من ديسمبر وهو اليوم العالمي لللغة العربية احتفلنا فيه في هذا المقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تحت شعار مجامع اللغة العربية ضرورة أم ترف رحمة محمد هيئة الأثعاء والتلفزيون الأثيوبي تم تقديم أول دراسة جدوى لمشروع السكة الحديدية التي تقام لربط إثيوبيا بالسودان وقدم الشركة سي بي سي ترانس كوم أول دراسة جدوى لمشروع سكة حديدية إثيوبية سودانية حيث وافقت حكومتها البلدين على مشروع خط السكة الحديدية البالغ طولها 1552 كيلو مترا والذي سيربط الدس أببا بالخرطوم كما وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على منحة بقيمة قدرها 1.2 مليون دولار لتنفيذ مشروع سكة حديدية إثيوبية سودانية وقالت وزيرة النقل داكماويس موغس في منشور على حسابها على تويتر إن الغرض الرئيسي من الدراسة هو بناء خط السكة الحديدية الذي له أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية ويعتمد مشروع السكة الحديدية على سياسة اللوجستيات واحتياجات البناء للشبكة السكة الحديدية الوطنية والنقل البحري الدولي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ومن المتوقع أن يربط مشروع السكة الحديدية الخرطوم بميناء بورسودان على البحر الأحمر تسعى ملاوي لتعزيز العلاقة الدبلوماسية مع إثيوبيا واستقبلت سفيرة ملاوي لدى كينيا أجرينا موسى سفيرة إثيوبيا لدى كينيا ملس ألم وتباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وعربت السفيرة المالوية عن اهتمامها بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في مجالات الزراعة والسياحة والتجارة والطيران وأضافت أن بلادها مهتمة بالتعلم من تجربة إثيوبيا في تدريب الخدمة الخارجية واستطردت بأن الخطوط الجوية الإثيوبيا تلعب دورا كبيرا في ربط ملاوي بالدول الأخرى من جانبه قال السفير ملس ألم أنه يجب تعزيز مجالات التعاون بين البلدين جدد البرلمان الأوروبي دعوته لدول الاتحاد لمراجعة علاقته مع مصر معتبرا أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة دعم ميزانيتها للمفوضية وتقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لمصر ودع البرلمان الأوروبي لمزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر مشيرا إلى ضرورة عدم منح الجوائز للقادة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وطالب البرلمان بتعميم مخاوف حقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية كما حتت المفوضية على الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر أعزائنا المشاهدين بهذا القدر نصلوا إياكم إلى ختم هذه النشرة نرجو لكم أطيب الأوقات اشتركوا في القناة